كما قلت عفاف على المحك هذا الموضوع موضوع الأساتذة وموضوع الاتفاق اللي صار مبين نقابة التعليم الأساسي ونقابة التعليم الثانوي عفوا ومبين وزارة التربية الحضور لسعد لعقوبي في وسائل الإعلام هو في طار أزمة كبيرة كبيرة برشة لأنه فما رفض من الأساتذة لهذا الاتفاق وفما قبول من هذا الاتفاق يعني وقت يحضر لسعد لعقوبي لتقديم المبررات والحجج فإنه الحضور بش يكون صعب شوية لأنه تحت الضغط والكومينيكاسيون تحت الضغط تتطلب العديد من الآليات تتطلب العديد من تتطلب حضور يعني ذهني كبير برشة تتطلب ديزيليمونت لانغاج يكونوا قويين برشة للإقناع وواضحين جدا لسعد لعقوبي البارح زادة كيف كيف يتطلب كما قلت لك اللقاس يكون قوي برشة أهم لقاس وأهم حاجة وأهم حجة قدمها لسعد لعقوبي أنه في التفاوض مع الطرف الحكومي ما كانتش نقابة التعليم الثانبوي وحدها ولكن كانت الهيئة الإدارية يعني ما كانش الاتفاق خارج عن الاتحاد وإنما كان في قلب الاتحاد وكانت الأمور بالنسبة للهيئة الإدارية صعبة جدا كما يقول ولكنه يحيي الهيئة الإدارية اللي كانت حاضرة منذ اللحظة الأولى للحوار والنقاش إلى آخر اللحظة وقال وخرجنا ونحن محملون بموافقة الهيئة الإدارية يعني رأوا الاتفاق ما قامش به لسعد لعقوبي وإنما قامت به الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل الاتفاق هذا يحب يبعث رسائل طمأنة للأساتذة والمربين يقول هو صحيح اتفاق الحد الأدنى كما سماه والممكن في هذه الظروف الصعبة الظروف اليوم الصعبة برشة لكن توصلنا للاتفاق هذا وإذا ما تغيرت الظروف فإنه النقاش بشيكون وفقا للظروف القادمة وشنوه بشيكون موجود على الساحة يعني ما هوش اتفاق نهائي لأنه وقت اللي نحكيه على زيادات 26 إلى 28 فهذا ما هوش نهائي وإنما وقت اللي تتغير المقد الزيادات هي نهائية فهذا ما شنهائية هذا هو وهذا قال معمول به حتى على المستوى العالمي كلما تدهرت القدرة الشرائية للأجراء فإنه فما يكون نوع من الحديث ونوع من النقاش ونوع من النضال الوطني من أجل أنه ترفيع القدرة الشرائية بالنسبة للأجراء من أهم ما يقوله لسعد يعقوب خاصة فيما يخص تهديد ما بين قوسين العديد من الأساتذة الانسلاخ عن النقابة يقول المنظمة عندها مبادئ وثوابت تؤمن بالدولة تؤمن بالعدالة الاجتماعية تؤمن بأن الحقوق تفتك ولا تفتك إلا بالنظار الاجتماعي تفتك بالقرارات داخل الأطر اللي باش ينتمي للمنظمة على هذه القواعد ما ينجم يكون إلا ولد الاتحاد إذن بالنسبة لي أنه الانسلاخ على المنظمة ما هوش صحيح وأنه هذه الزوبعة في فنجين كما يقول عمرها قصير ما هيش في عمر الاتحاد الزوبعة في فنجين ما نتصورش الحقيقة لأنه قرينا احنا قبيلة شفنا ما قال اللي حوت قديش من فرع متاع نقابة ما همش راضين وهمش قابلين وقرينا ببارشة زادة دي غيكسيون متاع أسيدة للأسف ما همش قابلين نعم وسماوها بأنه الاتفاق الاذلال بيتم معنى الكلمة لكن لسعد ليعقوب يراء العكس تماما ويقول أنه أبناء الاتحاد والأغلبية الصامتة في الاتحاد اللي هي تؤمن بالتفاوض الاجتماعي الأغلبية الصامتة هذية تحط في أمامها مصلحة التلميذ ومصلحة العائلة التونسية وهذاك علاش أنه باش يتنفذ لهذا الاتفاق أريد كلمة الأغلبية الصامتة كلمة الأغلبية الصامتة إن النكره شكون يستغلها بش يروج للفكرة متاعه هي اسمها أغلبية صامتة أنت شنو اللي عرفك وأنه الأغلبية الصامتة هذي هي ماشية مع رأيك أنت ولا مع رأيك آخر هي صامتة ولذلك نسمعوها برشة مرات مش نحكي فقط هنا ولكن في السياسة بصيفة عامة كل مرة يطلع لك سيسي ولا يطلع لك مسؤول يقول لك الأغلبية الصامتة يا أخي أنت شكون بش تحكي باسم الأغلبية الصامتة؟ صحيح بتينا بقى لدغواء هما صامتين مع طاوش معبروش على رأيهم ما تنجمش تجي تقحمهم في حاجة كما هذي عموماً عموماً بصيفة عامة نحبو هدنة على مستوى السنة الدراسية نحبو هدنة تليم ذا تعبت الأولياء تعبوا الأسيد ذا بيدهم اللي قاموا برشة احتجاجات واللي برشة نظالات وكل شيء هما بيدهم تعبين وتعبوا برشة الاتفاقية منيش بش نعطي رأي فيها مش نحاولو كن مش دوري واني مش نعطي رأي ولكن الراوة عني هي خطوة مهمة وانو نعملو هدنة هكا نسيسوا بعضنا نكملو العام على خير نكملو امتحاناتنا التقييم بتاع الصغيرات ونواصل المطالب هذا هو وهذا هو اللي أكد عليه لسعد العقوبي أنو الامتحانات الوطنية بش تتم في موعدها الامتحانات تليم ذا بش تحصلوا على أعدادهم ولكن يشير فما إشارة مهمة برشة هوني عفافي قم بها لسعد العقوبي أنو اللي حب يقوم بالسياسة واللي يعمل السياسة صحيح الاتحاد عنده عمق سياسي ولكن ما عندوش عمق حزبي لأنو لا ينتمي لأي حزب كان واللي حب يعمل العركة مع رئيس الجمهورية أو عركة مع الحكومة فإنو ما يكونش الاتحاد وما تكونش نقابة التعليم الثانوي هي في وجه العركة هذه لأن العركة نقابة التعليم الثانوي هي عركة اجتماعية ما هيش عركة سياسية دكتور مرسي كنت ديسانفيلتر مع أميل عدواني